بيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بفيديو الصف السلام الابتدائي هنبدأ النهاردة يا أولاد بأنواع الكلمة طبعا انتو خدتوها قبل كده بس احنا هنراجع مع بعض يعني انواع الكلمة يعني الكلام اللي انا بتكلمه طب النهاردة الكلام اللي احنا بنقوله البعض بقول مثلا بدخل لبابا وماما بقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسلام علي صاحب بقوله اهلا وسهلا الكلام ده يا أولاد هو أنواع يعني هي أنواع يعني الكلام اللي انا بقوله ده في منه اس وفي منه فعل طب احنا عايزين نفهم ان الدرس ده عايزين نعرف الكلمة دي هصنفها اس ولا هقول عليها فعل علشان ممكن يجيلي سؤال ويقول لي حدد لنوع الكلمة يعني يقول لي الكلمة دي اس ولا هي فعل يبقى احنا نقول الاول كده مع بعض ان الكلمة دي ممكن تبقى اس وممكن تبقى فعل طب انا هعرفها ازا يا ميس هقول لك يا أولاد ان الاسم ليه علامات يعني ايه علامات يعني اصلا اسم الاسم ده يا أولاد يعني اسم يعني اسم انت مثلا اسمك ايه محمد علي اسلام اسماعيل اسمي مثلا مريم هند وليكن اي اسم فالاسم ده زي اسم الانسان فلو جري اسم ولد او بنت او حيوان او نبات او جماعيل اي اسم ده بسميه اسم يبقى الاسم ده ما يدل بيدل على اس ايه بقى انسان او حيوان او نبات او جماعيل او صفة طب يعني ايه اللي احنا قلنا ده يعني انا لو عندي اس وانا عايزة اعرفه طب هقول لك هو من الحاجات اللي انا قلت عليها طب من الحاجات اللي انا قلت عليها هي بس اسم انسان زي محمد مريم اسم حيوان زي ايه اولاي زي اسد غزالة او اسم نبات زي تفاحة ماشي جماد يا اولاد زي ايه كرسي قلم مش ده جماد يعني ايه جماد يعني حاجة مش بتتحرك مش بتتكلم مش بتحس القلم ده بيحس بيأكل بيشرب لا يبقى الاسم يا اولاد بعرفه ازاي بقولك بيدل على اسم اسم ايه بقى انسان او حيوان او نبات او جماد او صفة يعني ايه صفة زي مثلا بقول الشخص ده كريم بقول الشخص ده بخيل يبقى الشخص ممكن يكون كريم يعني جواد كده معايا ممكن يكون بخيل فدي صفته هو شخص كده ممكن اقول الشخص ده ايه كئيب زميم قبيح جميل اي صفة يا اولاد يبقى ده اسم طيب فيه حاجات تانية يا مس او يبقى انا لو جالي الاسم بيدل على اسم انسان او حيوان او نبات او جماد او صفة يبقى اسم طب ايه تاني ليه علامات ليه علامات الاسم ليه ايه له علامات زي ايه الالف واللام علامة الاسم التاء المربوطة علامة الاسم التنوين ايه 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 أو التاء المربوطة أو التنوين أو أيه كمان الياء الملكية طيب إيه هي علامات الاسم اللي احنا قلناها دي ألف و لام تاء مربوطة تنوين ياء ملكية زي إيه بقى ألف و لام ألف و لام زي ما قولك المعلم هنا عارفت من كلمة دي اسم ليها من العلامات آه فيها من العلامات اللي هي الألف و اللام التاء المربوطة يا أولاد زي إيه مدرسة تاء مربوطة إيه بقى دي اسم تنوين زي إيه كتابا ده تنوين كتابا طيب يأمل كيه زي إيه زي قلمي قلمي يعني ايه ميدي اللي هي الياء الملكية يعني القلم ده بتاعي بتاعي أنا يبقى احنا كده يا أولاد عرفنا هنعرف الاسم ازاي وسهل جدا نبدأ الأول بالعلامات طيب بالعلامات ألف و لام تاء مربوطة تنوين يأمل كيه ألف و لام تاء مربوطة تنوين يأمل كيه أو إيه تاني بيدل على اسم إنسان حيوان نبات جماد صفة و طبعا احنا قلنا مثال على كل واحد الفعل بقى يا أولاد يعني يقوم بعمل شيء يعني ايه يقوم بعمل شيء يعني انا مثلا بقولك جسي ايه محمد انت في انت حاجة لا طب لما اقولك يلعب يأكل ايش هو كده بيعمل حاجة طب هنا لما اقولك محمد ده اسم ولا فعل اسم عشان هو اسم إنسان طب لما اقولك ايه يلعب هو يلعب ده اسم إنسان لا حيوان لا نبات لا جماد لا صفة لا في من العلامات ايه فلير او التالي مربوطة او تانوين او الياه الملكية برضو لا يبدأ ايه يا أولاد ده فعل ليه عشان قام بعمل شيء يعني انا بقول ايه يأكل يلعب يذاكر ينام يكتب ده كله انا بعمل حاجة او ممكن اقولك ايه اكتب بأمورك برضو ان انت تفعل شيء هنا يبقى كل ده اسمه فعل والاسم بعرف نوعه يا اما الفولام تأمور بوتا تانوين يا ملكية دي علاماته يأما بيدل على اسم انسان او حيوان او نبات او جماد او صفة ممكن اقولك حددلي نوع الكلمة لايه اسم ولا فعل اسمه لك كتابي اسمه لفعل معلمة اسمه ولا فعل المكتب اسمه ولا فعل ينام اسمه ولا فعل هقولك كتابي اسم ليه عشان فيها يأمل كية طب معلمة اسمي ليه عشان فيها طق مربوطة طب المكتب اسم ليه عشان فيها الف و ليم دي كلها من العالمات طب ينام ينام ده واحد داخل ينام بيعمل حاجه هو يلقى ده فعل